أفنهم هو موضوع الحساسية يعني نبدأ به من أول هو إيه اللي بسبب للحساسية أصلا؟ حاجات كتير حاجات في الجو حاجات في الأكل حاجات في الشرب حاجات في اللبس نفسه حاجات في بعض الأدواب تسبب الحساسية حالياً بقى فيه حاجة اسمها اختبار حساسية موجود بقى لفترة الـ skin practice موجود اختبار الحساسية اختبار الحساسية دوت الراجل أخصائي الحساسية ببقى بنختبر من 10 ل 40 مادة بنعمل الاختبار بتاعنا على الجلد بتاعنا من ضمنها الحاجات اللي سألينها من شوية وحاجات في الأكل طبعا بعد الاختبار والله الدكتور بيقول لحضرتك والله انت مثلا بتعرضي للغبار كتير في ترويق البيت مثلا وهكذا يعني يجيلك حساسية لا حساسية من السمك لأ احنا عندنا حسية قمح لا الفابريك المعام في الملابس بيسيب لا بيجبنة طب الحشرة بتاعة الفراش حطنا ايدنا على السبب بتاع الحسية نبدأ قدر الامكان تشخيص ده اللي بنقول عليك تشخيص ايه سبب الحساسية اللي بتجيلك ايه اللي بيعمل ليحساسية اصلا يعني انا ما بتعرض لايه بيتهيج عند الحساسية اللي هو الحاجة انا مريض حساسية بس ما تعرضتش للحاجة اللي بتهيج عند الحساسية دي زي البنزين والنار كتير ايه تمام البنزين طالما فيش جنبينه نار خالص بنزين ما ولعش جبنا فيه نار خالص ولع فده نفس الفكرة بالزبط أنا ما عندي استعداد إن أنا أتعب من حاجة معينة يعني أعرف مسلا الناس ما ما عندي استعداد جيني واستعداد جيني واستعاب جراسي إن أنا أتعب من شيئ إما أنا تعرضت له ظهرت عليها الأعراب بتاعتي طيب أنا عارفه فبعدت عنه أهي حاجة تانية بقى فيه حديثا برضو فيه علاجات بالأمصال للحساسية وعلى حسب السبب فيه علاجات للأمصال لحشرة بتاعة الفراش مثلا دخان السجاير بتاع كلام من ده بقى فيه علاج بالامصال اللي بيحدده الدكتورتها الحسية وعدد المرات اللي هناخد فيها المصل والجرعات بتاعته على فترات قد ايه فالموضوع بقى ما بقاش صعب زي زمان بقيت من الامراض البسيطة وانسل انك وصلت لتشخيص ايه سببها خلاص العلاج متوفر وممكن تتعالج بصيف انه هو مرض بسيط بس هو احنا بقى فيه انتشار واسع قوي فيه تشخيص بقى انا بنشخص حالات حساسية كتير جدا حتى بقول لها Duevex حسيطت الاطفال بتاعت اللبن بقىنا يعني كنا اول ما نعرف الحساسية دي كنا بنقرها الاول في الكتب بقىنا نشوف حالتين تلاتة بيننا نشوف حالات كتيرة جدا فالتشخيص بتاع امراض الحساسية الموضوع بقى كبير اوي في التشخيص الشريحة اللي بتعرض الحساسية اللي لقى كبير اوي دي لقى ايه درجات الحساسية بس العلاجات دلوقتي غير زمان زمان زي ما كنت حريك سأب نتكلم مع بعض كنا زمان بناخد سابق الجاوة بتاعه وكلام من ده عشان يبقى مفيدة حصار هل لسه البخار يعني على ذكر أطفال حديث في الولادة لما بيصابوا بالبرد وبيبقى عندهم صعوبة في التنفس فيعني النقط والتشفيط والحاجات دي ساعات مش بيجيب نتيجة طيب هل زمان وصات زمان البخار وسبغة الجاوة والقصص دي مفيدة ولا في حاجات أكثر تطورا ولا هو بصفا هو على حسب لسه إنه درجات في الدرجات البسيطة بتستجيب لعلاجات البسيطة مضادات الحساسية البسيطة اللي يعني معظمنا عرفها وعرف حتى التريدنين بتاعها اللي موجود ممكن لإيه كمان في سوبر ماركت كبير يعني بالشرطة تمام فالدرجات البسيطة خلاص بتتزم العلاجات البسيطة اللي بداية من مضادات الهستامين بعد كده نبدأ نخش على الأعلى اللي هو الكورتزون اللي هو الناس بتترعب منه شواء دي قالت ده الدكتور كاتب للكورتزون لا ما هو علاج وعلاج للحساسية كمان يعني فنبدأ للدرجة الأعلى الكورتزون فيه ناس بنوصل بعديها للكورتزون والموضوع ببقى أعلى كمان بنعم فالوصفات البلدي اللي حارج بتقولي عليها دي دي فعالة جدا والحاجات اللي كانت أهلنا زمان كانوا يروحوا مواسم الحج والعمر يرجعونها بابوفاس من بره والهندي دوت أيوه فعال جدا كمان على فكرة والوصفات البلدي اللي هو إشر البرتقان إشر الاستفاندي بتاع الحاجات دي برضو من الحاجات اللي فعالة جدا فيه ناس برا فيه دكتور بس بيعالج برا بالأعشاب مش بيعالج بحاجة تانية دراجة الشغلات زي الصينيين مثلا ناس بتعالج كل حاجة في الدنيا تقريبا يعني بالأعشاب بس على حسب الدرجة بتاعتي فيه درجة بتاعتي شوية شوية يانسون شوية بتاع دوات تيليو شوية بابونج الدنيا بتهدنعي فيه ناس معايا مضادة حساسية فيه بطل على الكورتزون وعلى حسب حسية أنف فيه عندي بخخات موضعية لحسية الأنف حسية صدر عندي بخخات لحسية الصدر حسية الجلد عندي الكريمات والحاجات الموضعية بتاعت حسية الجلد على حسب المكان وعلى حسب السيفيريتي بتاعت المرض ودي بيحددها الدكتور